فضر الواقع احنا شاهدنا اليوم معرض الفنان أشرطه واخرين معرض جدا تعبيري حضرته انا بالمرة حوالي عشر خمس عشر سنين كان اللي بضغط معلو في اول الطريق تم اليوم الواقع احنا شاهد معرض تعبيري جدا حمار هو مركز المعرض بأشكال المختلفة بمواقف المختلفة منها الجميل في انه حتى لو اطلع عليه ثلاثة اربعة اشخاص اكتر كل واحد يشوف شيء بيختلف عن اللي يشوف الفان انا شك فيه وان مزج بين الفن تعبير سياسي في شيء من الستيرة كما ولكن كله بصف في محل واحد جمال الفن بتعبير الفن المتعدد في نظر الجمهور واكيد ما خصده الفنان نفسه فصل تعبيري جدا بيختلف عن احنا اللي عم يشوفه ولكن كله يتواطعون تعبيري وجميل داخل السياسي فيه بشكل جميل حمار هو مصصيين حمار هو الكفية والأحضر حمار هو فين كوريون هاشياء جميلة جدا جدا بتخليك تصوطك تستمت وبتحاول انك تفهم ما وراها أكثر أتمنى لأشرت بالنجاح والتوفيق وللجموه تمت تعمل معنا لأستاذ أحمد ريناوي طبعا يعني قريب الفنان تحكي لنا يعني كيف انتباعك لطلعك منه من هذا المعرض اللي الأد حلو وإحنا شايفين فيه جمهور كبير من رواد لأول ما يطلعي للإطلاق أنه الوضوع كله يتغسط من حمار نعم والحمار رغم مزايات معروفة وسيئة للعديات العربية وشعبية هو مخلوق صبور مخلوق نكي أكثر مما نتوهم ومخلوق نعبر عن صبر الإنسان ومقابل شرقاه ومقابل معناه بهذا المعرض تظهر السباب الثراب وهي السباب بين العلاقة بين الإنسان وبين وطنه وبيته وأرضه واسم المعرض المعرض ما معناها أنه أنا شريك جنيه وتعارض أنه ما لا يروم من هذه الأرض لأن هذا المعرض نقدر إلى الصبر نعم أنه هو حيوان الصبر والصبر الموجود في القرآن نقدر إلى من الضوان السعيد مقابل هرتسل إلى حيوان الصبر يظهر في قراءنا ودننا في فلسطين أنا أعتقد هذا ما يميز هذا المعرض علاقة بالعربي بأرضه وطنه وصبره على المآسي لوحة فلسطين وأنت ترى أن الفكرة جديدة بالاهتمام والأدى حيوي تقشك أنا أعتقد هذا ما يميز الفنان المهدع لأنه مش نخص أنك تلسم لوحة بس شو بتعبه شوفي المعالي المغفية وراء الأعمال شكرا جزيلا لكم معنا لأخت غيداء ريناوي أنت من زوار هذا المعرض تحكي لنا شو انتباعك اللي تعتمنه في هذا المعرض طبعا معرض الفنان أشرف فواخري هو معرض من سلسة من المعارض اللي عادةً هو بيستعمل لأيكون الحمار دايماً في رسوماته وفي تحفه أنا يعني هيك شخصياً كتير مهتمة في هذه الأعمال وأنا بشوف أنه فيها نوع من الخاصية بما أنه يعني هو عادةً أشوفه واخري كفنان باخد قضايا قضايا هي قضايا بتهمنا جميعاً كفلسطينيين في هذه البلاد قضايا الأرض قضايا المعاناة قضايا التاريخ وحطها في تكنيك حديث يعني تطلع على أغلب الرسومات الموجودة هون هي رسومات بطريقة حديثة باستعمل فيها كتير الانتباع الإلكتروني باستعمل فيها الأضواء باستعمل فيها الأسواق ففيها كتير تأثير وطبعاً كتير الأشياء مشجلة نعم قد ينظر البعض إلى بعض هذه المجسدات أو الرسومات يعني إنه مجرد حمار شو ألا ولكن أنت يعني عندك نظرة إنه يجب أعطاء الفنان حقه في التعبير عن رأيه وما يعني يفكر به طبعاً طبعاً وأنا بقول إنه يعني عنا إحنا في الجمهور العربي في شباب كتير اللي هني فنانين اللي مش من عطال هني بالصورة الكافية نعم وأنا كتير مبسوطة إنه في بعض أواسط الإعلام اللي كمان بيجوا بيحتموا في هاي القضايا مش بالصحافة الصفراء إنما في القضايا اللي هن في القضايا بتهم الفن المحلي من رسم من ناحة من مجسدات وما إلا ذلك شكراً جزيلاً بك هلا شكراً نعم أحمد كنعان فلنا تشكي لي أنا هم بزيارة لأماراض صديقي أشحفة الوخري إنه متابع شغلة من بداية من حبات خراج لليوم بطيبان ومتابع كمان جموية الحمارة اللي أشتغل عليها قديمة نجو بعد ونكمل بعض السلسلة يطور فيها والأفكار تطور وفي بعد فلسطي وسياسي وساخر وناقض وهذا الكلام بالموضوع إنه عنده الموضوع يتنوع كل الوقت بجدد نعم ففي قوة إلى الأعمال فيه طرح لمواضيع آنيه حاليه خلسفية عن كمان عن وجودنا هون وجود الآخر أنا والآخر نعم في نعم من الاستخري فأنا سخور فيه أحد الزوائل اللي لفتت انتباهي أن الحمار له أيضا له تعب وله جهد في سبيل تأسيس أي مجتمع يعني المجتمع نحن لا نتحدث عن الوقت الحاضر ولكن في السنوات السابقة كان الحمار هو يعني يعني يقوم بخدمة كبيرة في أي عمل في مناطق معينة في فلسطين والعالم نعم المرسيدس وموطني في غزة نخلا نعم نحن بلحكيها من المنطلق السخرية لأن معادة عشان تقني حمار ما بدكاش تتكلف الكيس كمان حق ورخيص وما بشكيش وما بحكيش وبقوم بشغله على السكت يعني الحيوان الأليف الشاطر المطيع إلى أخرى ولكن نحن دائما بستعملها بطريقة سلبية يعني نقص فلان حمار يعني فلان بثمش وإجذاب وإلى أخرى وهنا هو بحط الفلاسفة يعني بالتال دورت سعيد من ناحا وغيرت سلم من ناحا الأثنين حكوا عن دولي في هذا المكان دولة إسرائيل أو دولة فلسطين أو وأبعاد فلسفية وكأنين عم بيتناقش وكأنين كل واحد عمل فني متطلب ولكن أنا مفكر مجرد يعني من الاستمال العموزي فيها شبعة كبيرة نعم كمان لشخصيات أخرى من الأجتماع الإسرائيلي مثل أبينك بريونه وغيره وقبطه على أحمره وواقف على راسه ومعرفش كيف نعم يعني كمان بدو ترح أسئلة عافية شكرا جزيلا لا يوجد شيء مقدس بالآخر بالنسبة للشخصيات نعم شكرا لك شكرا لك شكرا لك أخي علاء تحكيننا يعني شو امتباعك اللي طلعت منه من هذا المعرض اللي طبعا معرض اللي هو اللي رمزيه معي بالفضل المعرض مثير لي لاني انا متابع مسيرة أشرف من التسعينات فالموتيف اللي بشتل عليه انه يحض الحمار كرمز اللي ينقذ فيه الواقع اللي احنا عايشين وتطور جدا بتقدر تشوف نضج فني كبير بهذا المعرض وهم مفاجئ بصراحة بردو بسبب انه الموتيف عند أشرف لم يكسل ولم يبهد بل تطور الى موتيف أعمق وأكبر وبردو لانه الشغل الجرافيكي اللي بشتغله أشرف من ناحة تصميم جرافيكي موجود وهو أساس في العمل لكنه لم يطقع العمل بمعنى ان الشغل الجرافيكي لم يصدق العمل ولعطاها بعض آخر جديد نعم يعني قضية الاحمار اكثر للناس من حتى من شعبنا اللي بطلعوا الاحمار انه واحد بنعت واحد بقولوا انت حمار انت فهمش ولكن في هون نشوفنا حتى قيادات العالم والقيادات سياسيين حتى يعني هني بحاجة الاحمار وحتى الحمار له فضل على تأسيس اي دولي واي مجتمع واي حضاءة على عبتيك اكترونيك في واحد من خلفاء الامويين لأسف تسيت اسنو كان يترقب القليفة الحمار وكان فخور بالنقاء كان يضل على الصبر وعلى العناد وعلى القوة نعم نحن نحتق الحمار لانه نحن سخرناه فاصبح العبد لدى العرب حكم ان الحمار هو وسيلة متاحة لاستقلال انا اعتقد ان الحمار يشبهنا بمعنى نحن صابقون نحن عاندون نحن اقوية نحن جمال المحامل نعم فهو باكس اشياء موجودة في هويتنا وفي تراثنا وممنوع ننسى ان الحمار كان جزء في اساس من الاقتصاد الفلسطيني نعم ان الحمار كان عارض يكون وسيلة في غزة او حتى يصل في من المواصيل لانه عمله جنين هايوانات في غزة فهو بكنتش زيبرا حمار وحشي فجابه حمار ودعانه قصر دعوه حتى الاطفال يتعرفوا عن زيبرا فالسه الحمار أساسي من مسيلة نعم وأيضاً الفن هذه بصمات جداً راقي هي دعوة أيضاً لكل شاب عنده أفكار معينة أن لا يحجل بها بالعكس هي قد تكون بناءة جداً ولها رؤية طيبة طبعاً أقول لك أكثر على بوافتك وبقول أنه الفن بما أنه يحصل نظر الفن وكل دعوة والمكان الذي تطرح فيه الأسئلة وليس مكان الأجنوب الأجنوبة عند القيادات والمنتخبين والهيئات ولكن المكان الذي تطرح في الأسئلة ومنتخص البشر هو الفن فأشرف حمد رح أسئلة كبيرة وأسئلة موجة وأنا حسب رأي هذا المعرض فهم لا يفشل بشدارة وشكل شكراً جزيلاً لك بخشتاين إيم إيم ديفيد ريف نحن نتنو لنا بأحدث الشراء ألا خليخال نיעקו عتوني بسופر أو سופر بإتوني شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً כן, זה אמיתי בטוח זה די שזה אנקדוט הקטנה אשרח עבר דירה לפני כמה שנה 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 לחרמל והבאתי לו עבודה שלי שבמרכז העבודה יש דמות בגודל הזה של אישה רומה בפוזה של ונוס ונוס היווני המילות והוא זה העסיק אותומיזות האישה הזאת שאותי ממש לא העסיק כשמצאתי את הגזיר עיתון הקטן וגזמתי את העיתון המאמר מוסגר שאשרח הוא אחד האומנים הנבונים הזהירים האדינים האינדיליגנטיים שיש לנו בגלל וזו הייתה רוחה שהיא קצת מצחיקה והיא קצת עצובה והיא מאוד מאוד עדינה שלא לומר מעודמת ולבוא ולומר שהתרוחה הזאת היא פוגענית והיא מסוכנת ושיש לה דימויים מעוררי שיש בהם דגיעה ורגשות ובאמת מחפש משהו שלא נמצא ולא רציתי לדבר על עצמי אבל מה שדרורה אמרה ואני מזדהה עם הדבר הזה לפני 30 שנה שנה 83 בתערוכה שהייתה באוניברסיטת חיפה שאני עצרתי תערוכת מורים אני השתתפתי הצגתי ארבע יצירות שנקראו כלב הרבי אזו אחת מהן וארבע יצירות האלה והפסים את שלוש העבודות האלה ואפרופו המסמר שנשאר פה על הקיר אני לפני הפתיחה עשיתי מסגרת שחורה וכתבתי העבודה הוסרה כל אחת מהעבודות האלה שהוסרו בתרבית עובדתי גם זה היה בכותרת הראשית של הארץ בוטו למוחרת בבוקר ביום ראשון בבוקר הוסרו יצירותיו של ארמן אבישה יייל מהקיר יצירות שנעשו בהשראית שירותו במילואים במחנה אנצר ולא בנקרי הדבר היה בעת מלחמת לבנון ובאמת לאחר השירות ולאחר התקופה הקשה שאנחנו עברנו של סמרה ושפטילה ההבגנות הגדולות הרצח הנורא השערה הגדולה שעברה על הציבוריות הישראלית בישראל באותה תקופה ארמן מסירים את יצירתו ומאז כל אירוע כזה של צנזורה על אמנות אני מיד קופץ אני קופץ כי אני נזכר כי אני יודע בדיוק מהי ההרגשה אדם יושב בחדרו וחושב והוגה ומנסה ומחבר וגוזר ומדביק ונסה לעשות איזשהו דימוי יהיה גם כואב וגם ביקרותי וגם מצחיק וגם נוגע ללב ומעורר מחשבה והנה בא מישהו ואומר זה גיאה עצמו בין לטרנספר עבודת יצירה לבין לטרנספר מהדם אני יכול לדבגה גם על שיחה שהייתה לי בגלריה שטוש לפני בערך חודש כשדיברתי בשיח גלריה לעבודות של אסנה ובושקרה אבל אנחנו דברנו על מהות הפלסטיני בתוך המדינה על השלכות של האחר על התרבות הפלסטיני בתוך המדינה כהרוי הפלסטיני בתוך המדינה ואז קם אחד ואמרתי שמה ליברמן מציע ההצעה מאוד מאוד יפה אז אולי אמרתי לא אל תמשיך תגיד לי אתה רוצה אתה מעוניין בעוד נקמה יש לנו נקמה אחת זה מספיק לנו וכך זה הסתיים האיש הזה אחר כך לקח אותי הציטה ולסל לסבית עצמו וואי לו עוד קבעתי כל הסיפורים האלו אבל כמובן הכדור נפלט זה בעצם מה שיהיהיה משהו